في العراق الجديد لم يعد هاجس عدام الأمن والخدمات هو وحده الذي يؤرق العراقيين بل وصل الأمر إلى العدام الأدوية أو شحها على أقل تقدير فالأمراض المزمنة وخصوصا السرطانية منها تنتشر في البلاد بفعل ما ألقي على محافظات العراق في الغزو الأمريكي ومتلاه وفي العاصمة بغداد يعاني المواطنون من صعوبة الحصول على علاج الأمراض المزمنة التي بفقدها يفقد المريض حياته على الأغلب بالنسبة للأمراض المزمنة أنا عندي قرحة ببداية المعدة والأثنين عشر خذت ناظر وغيرها فتحوا لي دفتر للأمراض المزمنة بالبداية كان يطوني كل شهر أخذ الحصة مالكي ما للأدوية بعدين الدفتر مثل اللغة ورشي قالوا والله كل ما أجيهم والله ما عدنا أدوية والله ما عدنا أدوية حسنا نطالب بزيرت الصحة حسنا أنتم قمتوا تأخذوا باسات ما عدكم فلوسوا يجيبون أدوية إني المواطنون اشتكوا من الإهمال الطبي لهذه الشريحة من المرضى فالأدوية المقدمة لا تعد كونها مهدئات لا تفي حاجة المريض الذي بدأ يلجأ للأدوية المستوردة غير معروفة المنشأ في ظل عدام السيطرة على الحدود وغياب الأجهزة الرقابية حالات المزمنة يعني أنسى البلد ثلاثة أربعة سببها هبطات وما هبطات والبلد يعيش حالات سيئة نحو الأسوأ مو نحو الأجين كلها تصابها بالأمراض المزمنة يعني ثلاثة أربعها تجمع بسكر هذا الطفل يجيبون بطنة بسكر بالرغم من الأمراض السلطانية الأمراض السلطانية للأطفال ثلاثة أربعة هم مصابين بالأمراض السلطانية يعني هؤلاء أطفال ديجون من الأمراض السلطانية بس ماكوا علاج ماكوا علاج يضربوا من هذه الأبارة العادية وإذا هو العبادة لا يكون شيء ما تسوي يبقى فترة يدزوه يبقى سنة يعالج وآخر شيء توفى ومما يزيد معاناة المصابين بتلك الأمراض أن أغلبهم من الفقراء أو ذوي الدخل المحدود فهم بالنتيجة عاجزين عن شراء الأدوية المتوفرة في الصيدليات الخارجية لارتفاع ثمنها الموضوع الأدوية المزمنة يعني هاي ألاجات يحتاجها المواطن على الدولة أن توفرها سابقا كانت أكو دفتر للأمراض المزمنة يعني من أحتاج الوالدي أو الوالدي أخذ الدفتر أروح أستلم بكل سهولة الآن ألاقي صعوبة يعني الحاجة ما متوفرة لأمراض السكر لأمراض الضغط لأمراض غيرها يعني أكو علاجات والعلاجات بره بصيدليات الخارجية كل جغالية كل جتمينة ما ممكن المواطن يقدر يأخذها معاناة جديدة تضاف إلى سجل أزمات العراقيين المتفاقمة فعلاج الأمراض ولسيما المزمنة منها تقع مسؤوليتها على عاتق الحكومة التي تمثل داء العراق الأكبر كما يرى مراقبون